بأكد عليها وده احنا الحمد لله انفرضنا بيه ويمكن في بعض المواقع الحمد لله ناشرة هذا الخبر النهاردة ممكن احنا قلنا من حوالي اسبوع او اكثر من عشر ايام وهي فكرة ان كان فيه انتظار للشكل الفرق المتعهلة لمرحلة الدور نصف النهائي سواء في دور الابطال او كأس الكونفيدرالية الفكرة بحد ذاتا الاتحاد الافريقي عايز يطبق معايير العدالة في البطولة الافريقية الحالية عشان يتجنب اي احداث سابقة كانت لها صورة سلبية في البطولات الافريقية اللي كانت حصلت فيه العام الماضي ففي اقتراح في المكتب التنفيذي فيه فكرة تطبيق تقنية الفيديو أسستر فيه تقنية الفار بدءا من مرحلة الدور نصف النهائي طبعا الاقتراح يتقدم قبل انطلاق مباراة الدور الثمانية او بعد نهاية مراحل الدور الستاشر لكن طبعا فيه ملاعب ممكن ما يتنفس عليها التقنية وفيه ملاعب تصلح لتنفيذ التقنية او ملاعب عندها الرخصة لتنفيذ التقنية بعد خروج مازمبي دور الابطال الافريقي اصبح جاهز لتطبيق التقنية سواء المباراة اقيمت في مركب محمد الخامس في كازابلانكا او المباراة العودة ان شاء الله اقيمت على استاد القيارة او حتى استاد السلام الملعبين عندهم الرخصة الرسمية لتطبيق التقنية وده رخصة موجودة من فترة من خلال الايفاب مجلس الاتحاد الدولي في الكونفدرالية لسه الامر مش واضح لان الكونفدرالية سواء نهرة بركان او حسنية اغادير الملعبين جاهزين برامز عند دفاع الجوي جاهز لكن حرية كونكري الغيني لايلاعب برامز لسه يكون فيه لجنة عتسافر غينية عشان تعمل معينة وتشوف امكانية التنفيذ ده في ملعب حرية كونكري لكن دور الابطال الاقتراح موجود والتنفيذ واخذ القرار والاعلام خلال الفترة اللي جاية ممكن خلال هذا الشهر في المكتب التنفيذ ان شاء الله هينعقد فيه الاسبوع الاخير من مارس ممكن في شهر ابريل هنشوف الفترة الجاية ونتابع هذا الموضوع مهم جدا لان تطبيق تقنية الفار خلال مرحلة الدور نصف النهائي سواء في مباراة الوداد والاهلي او مباراة الرجاء والزمالك اكيد الاعلام المصر والاعلام المغربي الكل بيسعى للعدالة واتبقى حاجة فير جدا للجميع بتنفيذ هذه التقنية خلال الفترة اللي جاية خبر كنا قلناه قبل كده والحمد لله قدم كان بنحاول نحط مشاهدين في الصورة معنا عشان نعرفهم كواليس القرارات وازاي الافقار بالنسبة للمراحل الجاية في البطولات الافريقية او حتى في البطولات المحلية حالي